حينما تسير في شوارع العاصمة عمان وتنتقل من مكان إلى آخر لا تشعر للحظة أنك تعيش في زمن كورونا تصرفات الناس وحركاتهم وتنقلاتهم وطبيعة حياتهم في الشارع والأسواق لا توحيلك بأن هناك فيروسا خطيرا يفتك بصحة وأرواح الكثير من الأردنيين تفشى الفيروس وانتشر مجتمعيا الإصابات بالألاف والوفيات بالمئات رغم ذلك العبرة لم تصل للكثيرين الالتزام بالإجراءات الصحية ليس بحجم الوضع الوبائي الراهن يقول المواطنون متفاوت يعني في نسبة يمكن 30% بالتزمين والباقي لأمام التزمين الإصابات صارت كثيرة في البلد من استهتار بعض الناس وأكثر من بعضهم يعني جزء أكثر من 75% من أسبوعه جاء الملتزم مضبوط لأنه كثرت حالات وصننا نسمع بلاوه بالتلفزيون والكل خائفة حاله في ناس على الأحصابة وفي ناس بتقول لك ما في كورونا واضحة أنا بثبت لك أنه في كورونا بثبت لك أنه في كورونا بعد الأرقام المرتفعة إلى آخر شي نزلت صار أشوف يعني حتى أنا من الناس اللي صرت ألتزم أكثر فيبدو أنه في نسبة من الناس زادت اللي تلتزم بالكمامة والتباعد هنا أشخاص يدركون ما وصلت له الأمور الصحية الالتزام بالنسبة لهم طريق النجاة وآخرون يخشون المساءلة فتكون الكمامة قريبة من الوجوه للطوارئ والبعض يستعملها كجواز عبور لأي منشأة وكثيرة هي الوجوه الواضحة التي لا تعترف بالفيروس فكورونا بالنسبة لهم مؤامرة أو خرافة والمبرر أنهم سامعوا عنها لكنهم لم يرونها استنفذت الحكومة كل ما في جعبتها خلال ثمانية أشهر من حربها على كورونا الحظر الشامل والجزئي والعزل وإغلاق الحدود والمدارس والجامعات وحتى المساجد راهنت الحكومة على المواطن والرهان كبير كورونا تغرق الأردن بطفاراتها والخشية أن يغرق القطاع الصحي بويلاتها فلا يجد المريض سريرا يقيه شبح الموت عبدالله الشيخ الحقيقة الدولية عمان ترجمة نانسي قنقر